اشتركوا في القناة ان انضي عاما في جامعة الاسكندرية فزاملت بعضكم من شيوخ المحاملة الآن وبعضهم زاملتوا في مجالس انتخابية او في معارك انتخابية او حتى في خصومات انتخابية وكان لي شرف هذه المزاملة وهذه المخاصمة الشريفة وهذا التلاقي والارتقاء فتحية لكل المحامين بالاسكندرية عنوان الرجولة والشهامة والوطنية والجيل اللي احنا بنكرامه النهاردة هو الجيل اللي ارسى قيم المحاماة واكدها وثبتها المحاماة طول عمرها مش كلام طول عمرها مش صوت عالي احنا بنسمع المحامي ممكن يترافع بسوط عالي لكن المحامي كان يعطي درسا في الادب وفي العلم وفي الاخلاق في كل مرافعة في كل مرافعة يجديها وفي كل مخاصمة يمارسها في المحاكم وفي الدعاوة القضائية المختلفة هي دين محاماة اللي انا تعلمتها من زملائي واساتيزتي اللي رحلوا واللي بقوا على قيد الحياة لذلك ادعو ابنائي الذين يحبون الآن في عالم المحاماة ان يتعلموا الدروس والعبر من هذه الاجيال امامكم اكثر من جيل مش جيل واحد اكثر من جيل بيمثل مراحل مختلفة ليس فيه مقدم ولا مؤخر ليست الاسبقية لمن يطلع فيه اسمه اولا ولا رقم اولا ولا صفه اولا المحامي حيث ما يكون هو المحامي بقامة المحاماة وبقيمة المحاماة طالب وأولاشر أبنائي أن يتعلموا كيف يترفعون كيف يتحورون كيف يتخاصمون كيف يمارسون الدفاع كيف يمارسون الأمانة والشرف الأمانة والشرف التي هي جل قسم المحاماة احنا بنعلم أولادنا أن يقسموا بالله العظيم أن يمارسوا المحاماة بالأمانة والشرف والاستقلال الأمانة والشرف والاستقلال تعلموهم من هؤلاء الأسدزة هي دي هي دي الرسالة اللي يجب أن نوصلها لكل أبنائنا ما ينفعش نتخلى وما ينفعش نتراجع وما ينفعش نسيب المحاماة لمن لا يريد المحاماة أو يريد المحاماة خيراً لكي يفتك بها المحاماة مش خنائة والمحاماة أيضاً مش جداول ومش أرقام المحاماة ممرسة فعلية على شأن كده كانت نقابة المحامين بتخوض أشرس معركها أشرس معركها في تاريخها في تاريخ نقابة المحامين قادة نقابة المحامين العمى والفرعيات معها وأنتم في مقدمة الصفوف أشرف المعارك من أجل الحفاظ على صفوفكم وعلى نقاء جداولكم من الدخلاء عليها من تعليم مفتوح وتعليم غير مفتوح ومن أيضاً وظائف أخرى تريد أن تزاحمكم في العمل بالمحاماة من أجل أن تكرس قيمة التهديد والفتك بالمحاماة من داخلها لذلك ليس مستغرباً أن أطلب الآن منكم أن يكون اليوم يوم الإعلان بيان الإسكندرية من أجل أن نؤكد على كل المحامين كل المحامين أن يحافظوا على جداول نقابة المحامين وعلى نقاء جداول نقابة المحامين وعلى تنقية جداول نقابة المحامين وعلى مواجهة أي عدوان على جداول نقابة المحامين حتى نحمل محمد لنا لأنفسنا ولأبنائنا المسألة مش مش كلام مرسل بالحساب بالورق أو الألم لو لم تجري هذه التنقية لدميرت مهنة المحمد لفوت لضربت في اقتصادياتها وفي مواردها وفي انفقتها اللي النهاردة بنقول لحضراتكم لو لا التنقية ما استطعنا أن نرصد أكبر احتياطي في تاريخ نقابة المحامين اللي تجاوز 650 مليون جنيه مصري الإجراءات اللي احنا أخدناها اللي احنا أخدناها أخدناها علشان نحافظ على أموال المحامين وعلشان نحمي مدخلاتكم أنا كنت دايماً أقول لحضراتكم أن كل محامي كل محامي منكم كان بينفق على ثلاث محامين آخرين على ثلاث مقيادين آخرين غير مشتغلين بالمحامات لا يمارسوا المحامات يأخذ العلاج من زي وزيك بيأخذ المعاش زي وزيك بيأخذ كل الاستحقاقات زي وزيك وعند الأزمات يطلق من المحامات أنا محامي لما يتمسك في كمين أنا محامي لما يتمسك في مش عارفين يقول أنا محامي لما تمسك في محطة بنزيم أنا محامي ينفع لقابة المحامين تظل في هذا المعترك في هذه الساحة لا إحنا بنخوض أكبر معركة أكبر معركة وهنستمر فيها هننقل جداول لقابة المحامين وهنستمر في التنقية لا للتعليم المفتوح ولا لأي تعليم مشابه يمكن أن يدمر المحامات المحامات لا يمكن أن تكون أقل من القضاء ولا من عضو النيابة وأنا بقول لأبنائي المحاميين الجدد المحامي اللي أشعر أنه هو أقل شأن من القاضي أو أكير النيابة ما يستحقش يبقى في جداول نقابة المحامية ما يستحقش يبقى المحامي لكن في نفس الوقت هم عندهم أدوات سيادية بتخليهم يحمى جداولهم ما عندهمش حد بيزاحمهم إحنا اللي عندنا المزحمة مفتوحة لأن القانون كان مفتوح علشان كده استقدمنا في تعديل قانون المحامات وضعنا شروط جديدة لضمان الاشتغال شروط جديدة لضمان الأعداد التي تقدم في نقابة المحاميين كل سنة وشروط العضوية في نقابة المحاميين احنا اعتبارا من عشرين اتنين وعشرين مش هيدخل نقابة المحاميين إلا الاكتاز أكاديمية المحامات اللي احنا نصينا عنها في المشروع الجديد علشان يبقى حامل دبلومة ومؤهل دراسي عالي يبقى اللي بيدخل نقابة المحاميين يحمل مؤهل أعلى من اللي بيدخل في القضاء واللي بيدخل في النيابة لأن المحامات استحق تكون في ذلك المكان وفي ذلك المقام احنا مش بنعبس عزين نحط ضوابط حقيقية لما نقول انه تعديل قانونة محامات بيشمل أيضا استحقاخات دستورية جديدة احنا قدرنا ونجحنا في ان احنا نزرعها في الدستور لأول مرة لأول مرة في تاريخ الدستير لأول مرة في العالم ينص دستور دولة ما في فصل اسم المحامات هو في دستورنا المصر لأول مرة ويؤكد على انه كفالة حق الدفاع تكمن واساسها استقلال المحامات ودعم المحامات دي الرسالة الدستورية الرسالة الدستورية أيضا اللي بتقول ان المحامات مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فيه سيادة القانون وفيه تحقيق العدالة وفيه كفالة حق الدفاع الشراكة بالدستور مش بقانون المحامات بس الشراكة الآن بالدستور لما نيجي نترجمه في نزوص قانونية يبقى لازم نبقى حاسين بالفخر والزهر لما نيجي نعظم ما تم تعظيمه في الدستور وننقل القانون المحامية احنا نجحنا في قانون المحامية في تسعة واربعين وخمسين من قانون المحامية ان احنا نحط كفلات لجرائم السب والقصف والاهانة وجرائم الجلسات انه لا جوز القبض على المحامية حتى في حالة التلابس ده في امام المحكمة التعديل الجديد بيمتد بهذه الحماية امام النيابة وامام الشرطة امام جهات الاستدلال وامام جهات التحريق علشان تتسع مظلة الحصانة والحماية الحصانة المحانية للمحامي امام الجهات الرئيسية اللي بيتعامل معها المحامي لما نبقى في التعديل الجديد ايضا في التعديل الجديد ايضا يبقى فيه منطقة في غاية الاهمية كان بيعاني منها المحامي المحامي اللي كان بيتقدم ببلاغ في النهاية بقى في قسم الشرطة ييجي قسمه يقدم بلاغ مضاد ضد المحامي فيتحجز المحامي مع الموكل مع الخصم علشان يتعرضوا على النيابة مش دا كان بيحصل احنا عاملين تعديل النهاردة لا يجوز القبض على المحامي ولا حبث احتراطيا في اي التهامي يوجه ليه اسناء دا عمله وانما تحرر مذكرة وترسل للمحامي العام الأول المختص علشان يبيت فيها اذا كان فيه جدية فيها تحقق اذا كان ما فيش جدية فيها تحفظ او تنتهي كل هذه الضمانات عايزينها لمحامين بس مش عايزين نقدمها لغير المحامين انا مش عايز حصانة ولا حماية لغير المحامين ليه احنا مش اصحاب مصلحة احنا مش اصحاب مصلحة في هذا الذي يتمسك من البعض من حصنات وحماية ايوه احنا عايزين انه بس استعدين لمحامين ولما يبقى المحامين بس هما اللي عندهم على حصر الحصنات سقوا تماما ان حجم المشكلات وحجم القضايا وحجم الغلافات هيقل هيتلاشى او هندسر وهتنقضي فكرة البحث عن الخمسة وعشرين في المية في مواقع القضاء اللي كثير من الناس ستحدث عنها وتضغط غير مشاعر فيها هما لما انتيجي تكلمني عن خمسة وعشرين في المية من ستمية وخمسين الف لا مش هاخد من الف مش هاخد من ستمية وخمسين الف حد مش هاضر انما لما يبقى عندك مئة الف مفروزين مئة الف حقيقيين مشتغلين اه بيجري البحث من خلالهم والمحامين ساعتها مش هتقبل تشتغل في القضاء لانها هتجد مصادر رزقها وشغلها الحقيقي لانه قضية التوزيع قواعد السوق والعرض والطلب بتتحسم بتتحسم لما لما يبقى العدد احنا بيحكمنا ايه اصحاب الخدمات القانونية بيعرضوا خدمتهم طيب اذا كانت خدمة لمطلوبة العرض اكثر من الطلب بيقل قيمة المعروض مش كده دي قواعد السوق لكن اذا كان المطلوب اكثر من المعروض اذا كان او العكس اصبح الامر في يد المحامين احنا نهاردة داخلين ايضا على تطبيق نص في الدستور هيمنع التحقيق مع المتهم الا بحضور المحامين بيمنعه تماما ده في الدستور المدى اعتقد ستة وخمسة وتلاتين او اربعة وخمسين مش فاكر لكن يبلغ كل مقبوض على ايه يبلغ ده الدستور اخواننا يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزاويه هو محامين محامين ولا يبدأ معه التحقيق الا بحضور محامي ولا يبدأ معه التحقيق الا بحضور محامي ولا يحاكم امام احكمة الجنح او الجنيات الجنح او الجنيات الا بحضور محامي ده معناه ان حضور المحامي هيكون وجوبيا امام احكمة الجنح وجوبيا بمعنى انه الموكل اللي ما عندوه هاضطر يوكل محامي او يندب له محامي يعني مفيش محامي مش هشتغل مفيش محامي مش هشتغل بمقتضى هذا النص لكن هده يجري الان في قانون محاماة ترتيب هذا النص ايضا مع مع قانون اجراءات الجنائية الجديد اللي احنا شاهمنا فيه وساهمنا في احداثه وساهمنا في تطويره علشان نؤكد قيمة المحاما والمحامين علشان الاجال اللي جاية دي تبقى في استوى الشيوخ اللي احنا هنكرمه من النهارد. شوكه ده يكرمه وارقام قدهم 23000 و24000 و25000 26000 فقط دي ارقام قدهم. عارفين يعني ايه؟ ارقام قدهم اللي تأيدوا دول وأنا بقول معهم من بداية السبعينات. من بداية السبعينات من اللي عايش. كان عدد المحامين اه من 1912 لغاية 72 73. سبعين سنة او ستين سنة كان كل المقايدين في الخبط المحامين عشرين الف. احياء واموات. مشتغدين وغير مشتغدين. النهاردة الارخام عندي ستمائة وخمسين الف. ده كلام غير منطقي. وغير طبيعي. واللي يقبله ويبقى بيدلس على المقامة. واللي بيقبله علشان اسباب انتخابية وبيضيع المقامة. وبينافق. من اجل ان يحصل على اصوات. لا تموت للمقامة سنة. اصوات تطلع من البيوت تصوت. وتمشي. اصوات تبقى في التنلجات علشان تؤدي دورها في العملية الانتخابية. النهاردة هيبقى المحامين بس. هم اللي هيقتروا من يمثلهم. بس. من غير تدخل من حد. هو ده اللي احنا عايزينه. ولا انتم عايزين حاجة تانية. هو ده بالتأكيد اللي احنا عايزينه. هو ده بالتأكيد اللي احنا من ناس عائلية. فانا ارجو ارجو من الحاجة كنت تتفهمه. قضية في غاية اهمية بتصار الان في. اه التواصل الاجتماعي. ايجي حد يقول لك في محامي. دخل المستشفى. والنقابة مش عايزة تديله جواب. طيب. نبحث في الموضوع نجد انه مجددش من ستاشر. طيب مش مش من حقي انا كنقابة. ان انا استوسق. من اللي. اه 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 هقدم له الخدمة. وهدفع له فلوس. انه فعلا محامي. ولا بس. لانه في ناس من الفيس تعرفه. يبقى المقابة مجبرة انه هتدفع. لازم نتأكل. اتنين. محامي. هديكم اسأل لمحامي. ما دفعش. تسعتاشر. وما عملش في طاقة العلاج. لكن اضطرته ظروف صحية انه. ده بالتأكيد محامي مشتغل. يعني فيه حد ادنى من الاشتغال. طمنتاشر مسدده. قلنا خلاص يعمل معاملت. المحامي الا اللي الا اللي اللي الاستخرج بطاقة العلاجية. وندي له جواب بالقيمة المستحقة للمحامي اللي عنده بطاقة العلاجية. هل هو اصلي اه ظروف اه بحتاج اكتر. تجاوزنا وخدنا خرار من هيئة المكتب بزيادة المبلغ عشر تلاف جنيه. طالعين تاني في فيه سيقول لك لا لازم ندينه كمان. يعني ايه ندينه كمان? ما انت مش مطلوب من انك انك تجامل صديقك او زميلك او اللي انت بتتعاطف معها على حساب زملائك. انت اصلا نصيبك في الدعم بتاع النقابة. جنيه واحد. على الاكثر. كمحامي. انما باقي المحامين. باقي المحامين اللي هما هيدفعوا من نصبهم. ما قالوش ان احنا هنفرد في نصبنا. مين المسؤول عن عن حماية هذه الانصبة? النقابة. انا مش من حق اتجاوز. ومش من حق اقدي حد اكثر من حقه. مش من حقي. الا في ضرورة قصوى. وعند حد معين. علشان ندرك امر ما. لكن ما فيش محامي في الدنيا. ما معهوش اهل ومعهوش اصدقاء ومعهوش زملاء. طب اقول انا لحضراتكم كده. طب كل اللي بيكتبوا على الفيس علشان هذا او ذاك. طب ما تتبرعوا ما تجيبوا. ما تسهموا مع الزميل المحامي. ما هو ما فيش نقابة في الدنيا. نقابة في الدنيا. بتدي عضاها كل اللي استحقوا في العلاج. محدش يقدر يعمل كده. ولا في رئاسة الجمهورية يقدر يعمل كده. في حد في سقف. معين بيتاخد. عند عند مستوى معين. احنا بنوديه. لكن نتجاوز. ده تجاوز ده معناه ان انا باميل الى نصيبك. اللي انت اه مش مدرك انه من اليوم في يوم من الايام لو انا خلق. يعني سايرت هذا التجاوز هيجي يوم مش هقدر اكف العلاج الحقيقي. لمحامي حقيقي. نصيبها هيبقى راح هيبقى توزع على تجاوزات لبعض. خمسة ستة عشر عشرين خمسين. احنا احنا ما عندناش يعني ما عندناش دوافع لحرمان حد من خدمة العلاج في نقابة المحامية. ولا يمكن ان يكون هناك فاسوي. يكره ان يحمي كل محامي وان يسدد ما عليه من استحققات. لكن ايضا في حدود ما هو متاح. في حدود ما هو موجود من نقام. يجب ان تعرفوا ان انفق على العلاج في نقابة المحامية. حتى الان. من يناير واحد يناير حتى. اليوم ميت مليون جنيه. واحنا في الاربع شهور الاولانين. ميت مليون. يعني في الدلت الاول. التلتين التانيين. ممكن يتجاوزوا اكتر من الميت مليون كمان. طب يبقى. يبقى احنا دخلنا في رحلة خطر. هنبقى فيه خطورة. اه صحيح ان الادوية غلية والعلاج غلية. ولكن احنا كمان ما زودناش حاجة. احنا ما زودناش حاجة على على المحامين. فما زال الاشتراك هو الاشتراك. وما زال قيمة العلاج هي قيمة العلاج. لكن كمان نضيع حقوق الناس. لا مش نسمح بحقوق الناس. اللي احنا بنعمله الان في نادر اسكندريب. هم جانب جانب يترجم الى مليون من الجناهات. مليون من الجناهات دي لازم يكون لها رصيد يغطيها علشان نقدر نصح. ونحن الحمد لله نامشين في هذا الاتجاه. ما فيش ما 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 رصيدها كافي ومؤدي ومش ممكن نتخلى. لا عن محامين اسكندرية ولا على نادي اسكندرية. مهما كانت المزايدة على على نادي اسكندرية. احنا مش مش احنا مش احنا ايه اه نأثر في حق محامين اسكندرية. لكن كمان فيه ظروف. انا انا ببني انا نادي المحامين او مقرر نقابة المحامين في المينيا. نادي المحامين في اسوان. كل ده شغال على سبيل التوازي. توازي مع كل اللي احنا بننفق فيه الان. مع كل اللي احنا بنؤديه الان. ايضا لازم تبقوا واخدين بالك كويس من زيادة المعاش. زيادة المعاشات التي لم تكن في ذلك الرقم في تاريخها. احنا احنا وصلنا للحد الاقصى اه الفين. ومعاش نفعة احد مية الف جنيه. عند الوفاء والعجز والعجز الكامل. لكن كمان احنا زودنا المعاش القديمة. المعاشات القديمة كلها زادت. زادت بما لا يقل عن تلاتين في المية من قيمتها اللي موجودة. رغم. وده خدناها لانه المحامين قبلت زهزة. احنا اعرضنا كمجلس النقابة على المحامين. قالوا احنا ما فيه نزود كل المعاشات. احنا زودنا كل الارامل. مين جنيه في الشهر. دي زيادات للمعاشات القديمة. مع زيادة دورية مع زيادة دورية. كل كل سنة. اه بدأت بعشرة ثم خمسة كل سنة. خمسة في المية كل سنة. في زيادة. احنا نهاردة بنقدم خدمة خدمة مش موجودة في اي حد. هذا الرقم مش موجود في اي معاش لأي نقابة مهنية اخرى. تحت اي زرف من الظروف مش موجود. وقابل لزيادة. ده مش معناه ان احنا خلاص وصلنا لحد الاقصى. معناه بقول لكم وبطمنكم انه سقف اللي وصلنا اليه الرصيد. اللي احنا الاحتياط اللي احنا اه وصلناه في لقابة المحامين. الى الى رقب ستبائة وخمسين اقب ستبائة وخمسين مليون جنيه. ده بيطمئني الى انه مع التطبيق الجديد للدمغة الالكترونية الجديدة. انها تتطاعف قيمة المدخول بداعنا. احنا كانت المحامين. كانت المحامين بتحط دمغة مزورة. ما تحوق عليها من البائعين. من اللي واقفين. من المتاجرين. وكان في بعض الناس بتتواطع على نقابة المحامين. وتقبل وهي تعلم ان قيمة الدمغة اللي بتشريها. وهي مزورة. اقل من قيمتها الحقيقية. هو يعلم بزكاءه الفطري. انه ده انه ده انه ده غش. ومع ذلك كان بعض بيستخدمها وبعض بيوزحها وبيرواجها. على العمال وامام لهفة المحامي. وامام المحامي عزي خلص شغله. يحط دمغة المحامي نهاردة. خلاص. تقريبا غطينا الجمهورية. هنشوف هنشوف رصيد تاني مختلف. لكن نسبة الشركة هي ازاعة النسبة المقررة. ما فيش اي زيادة على فكرة. احنا عملنا عقد. لا يمكن لاحد. احنا علناه. ده احنا قلنا انه نسبة الشركة في المية وخمسين مليون جنيه الاولانية صفر. الشركة بتخد شوالة مليم. من مية وخمسين مليون. الي زيد عن كده خمسة في المية. هتلي هتلي حد عمل كده. احنا احنا لدينا خمسة في المية من صفر. من واحد من جنيه واحد. لدينا خمسة في المية. العامل اللي بياخد عشر جنيه بياخد خمسة في المية. اللي بنوظف اللي في المحكمة بياخد مية جنيه بياخد خمسة في المية. انا. خمسة في المية دي تتهلوا بعد ما توصلني الشركة دي الرقم مية وخمسين الف. فين? فين ده? في اي في اي تعاقد موجود? في حماية اكتر من كده? في رعاية اكتر من كده? لاحظوا انه حجم مبيعات الدمغة ما وصلش المية وخمسين مليون جنيه قبل كده. ما وصلش. فاحنا لأن احنا متوقعين انه هيزيد. لكن بنقول نقولنا للشركة انه مدخلاتنا مية وخمسين. والمية وخمسين دي احنا بناخدها من غيركم. يبقى عشان تاخد بيني نسبة. الخمسة في المية تاخدها من بعد المية وخمسين من وفقه. وشغلين على هذا الاساس. ده موضوع تاني. احنا دخلين في تعديل قانون المحاماة. لا لا انا مش في مطاقة لو سمحت. انا هجاوب بقدر الامكان لو سمحت. احنا عاملين تعديل في القانون المحاماة هيخلي هيخلي اتعاب المحاماة تدفع عند قيد الدعوة وتصدر لنقابة المحامين. بس يساعدونا كمحامين في سادات اتعاب المحاماة. ما ترفعوش دعاوة وتقولونا عدم دستورية. احنا عاملين كده علشان نحصل فلوسنا. طول ما الفلوس بتدخل خزانة الدولة. وراها محضر. وراها اجراء اداري بتتوه منك. احنا على فكرة. مفيش معلومات موجودة. وانا القوايم والعداد كل ده وهم مش حقيقي. مش حقيقي. احنا دورنا في وزارة المالية. على مديونتنا قبل الحكومة اللي عليها. اتعاب محاماة. مفيش رصيد. مفيش اه دليل واحد على انها تنفزت. طول ما المسألة اهالية. مش كده. مش احنا ازا ازا نجحنا. في ان احنا نمرر نص القانون. فيما يتعلق. بسدد اتعاب المحاماة مخدما. عند قيد الدعوة. في بداية النزاع. اعتقد ان احنا هنضاعف في اتعاب المحاماة تلتمية في المية. مش مش مية في المية. بس المحامين تساعدنا. بس المحامين توقف معنا. مش المحامين. طب ما احنا ممكن على فكرة. على فكرة يعني. عشان بس. عشان ما 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 نتكلمش على الناس اللي بتاخدها الغيرة على اتعاب المحاماة. ما انت ممكن تدفع اتعاب المحاماة الاول. هو انت اختياري تدفعها وتسددها وتاخد واصل من نقابة المحامين. وتحطها ضمن اوراقك. وازا كسبت الدعوة بترجع على خصمك بالقيمة. ازا خسرتها ديك دفعت. ما على موكلك لنقابة المحامين. لكن المحامين. لا ما يتقولك لا وانا هدفع لي دلوقتي. مش عايزة تدفع خلاص. لكن احنا بنقول. آآ بقدر الامكان. عندنا وسائل. عندنا سبل. توصلنا الى افضل الانجازات والى افضل النجاحات. من اجل ان نحافظ على حقوق المحامين. مش بنقول ان احنا عملنا كل شيء صح. وعملنا كل شيء بنسبة مية في المية. لكن بالقطع. احنا مقصرين. ما انا شخصيا المقصر رقم واحد. اذا كان فيه تقصير. منسوب لنقابة المحامين العامة والفرعية. طوال مدتي كنقيم للمحامين انا المسؤول عن هذا التقصير. لكن فيه فرق بين ان تكون مقصرا دون تبصر ان تكون مقصرا عن عمد. وانت ترى امامك ما يضيع ثم تفرط فيه. احنا حتى الان بدأنا ندرك ندرك حقوق المحامين. وحقوقهم المالية والاقتصادية علشان آآ آآ نلملم استحقاقتنا. وعلشان نلملم آآ مشروعاتنا. اخونا احنا احنا ما عندناش آآ سبب يخلينا نتجاهل محافظة على حساب محافظة. ونقابة على حساب نقابة. بالعكس. اللي بيتكلم على اسكندرية. اسكندرية من اكثر النقابات. احنا اهتماما بيه. ومن مجانية في جميع حطوطها. قبل ان نعممها او نطرحها لباخ المحافظات. كانت الريالة هنا في اسكندرية. بدأنا المشروع من اسكندرية اللي موجودة. ومش ده معناه ان هي اخدت اكتر من حقها. لا. لسه مخدتش لسه مخدتش حقها. ولسه ما وصلناش لحقها. ولسه ما وصلناش للي احنا عايزينه. وان شاء الله بالعمل المشترك. مش بالمزايدة. بالعمل المشترك مع بعض. بالتعاون مع بعض. نحقق للاسكندرية ونحقق لمصر كل الانجازات. ونحقق للمحامات كل الانجازات. ده ده الدعاون اللي احنا عايزينه. باذن الله مفيش خلافة هذا والامر ما تروح عند النخابة والنخابة الان بتعد مقر علشان علشان تطرح ادواتها اللي موجودة في في اماكن محددة علشان نصل الى مقر للمحامات والمحامين. بقي الجزء الهم اللي انا حريص ان انا اكده على حضراتكم. وهي ثوابت المحامات والمحامين. ثوابتنا في ما يجري حولنا الان. ما يجري حولنا الان. من اختطاف للوطن العربي. الوطن العربي كله بيختطف الان. يختطف. سوريا راحت. راحت. العراق تسمت. ليبيا بتروح. اليمن راحت. فلسطين هتروح او راحت. السودان راحت. باذن الله. لكن مش هتتحرر الا اذا احنا انتبهنا للعدو الحقيقي. العدو الحقيقي الذي يلتبس على كثير من الدول العربية اللي حيطة بينا. ناس كتير يا فاكرة. انه المسألة اصلي الخلاف اللي هنا مع الخلاف اللي هناك مع الجوار العربي مع مصر والسودان وحلايب وشلاتين واليمن. لا مش هو ده. العدو الحقيقي اللي انا اسرائيل. اسرائيل. اللي امريكا بتقيم الجنيه وتحيدها علشان اسرائيل. واللي ساعد اسرائيل على انها تبقى موجودة. يبقى ضد الامة العربية. ويبقى ضد مصر. وضد تقدمها. واللي يعترف في انه القدس عاصمة لاسرائيل. يبقى بيخون الوطن. وبيخون الامة. وبيخون ضميره. واللي بيفرط. واللي سايب امريكا تاخد هذه المليارات من بعض الدول العربية. تليليون دولار حديتهم امريكا. تليليون دولار حديتهم امريكا. بلطجة. على المنطقة العربية. علشان ايه? علشان تدعم اسرائيل. علشان تدعم اقتصادها. واحنا بنتفرج. مليون تريليون دول كانوا يكفوا لحل مشكلات الامة العربية كلها. مصر مش بحتاج اكتر من ميت مليون ولا اه ميت مليار اه دولار. ودي انتهي مشكلة ديونها الخارجة كلها. كل الدول العربية مش يعني يعني تلتمئة ربعمية مليار يحلوا كل الديون على الامة العربية. والباقي كان يكفي لبناء وتنمية عربية حقية. لكن في خوانة. في خوانة بيسلمونا الامريكا. وبسلموا فلوسنا الامريكا. وبسلموا بترولنا الامريكا. لصالح اسرائيل. علشان كده احنا دايما بنؤكد احنا ضد اسرائيل وضد امريكا. وانا من هزا المكان في مكان تاني اقول فلتسخد امريكا. ولتسخد اسرائيل. ولتحيا الامة العربية. ولتحيا مصر. ده. ده الحس اللي احنا متبنينه في نقابة المحامين. وعلشان كده انا اردت ان اذكره. واردت ان اثبته امام حضراتكم. عاشت نقابة المحامين للوطن. وعشتم لنقابة المحامين. وعاشت المحامات في اسكندرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.